اذا عدنا حديث القاهرة ودعونا نهدي هذه الفقرة الى حمد الباسل زعيم البدو العظيم في صورة 1919 خلوني ارحب بضيف الكبير الكاتب والمبدع الكبير الرواية حمد ابو جليل اهلا بيك يا مستوى البرائي الاثار هذا العنوان بالنسبة لي البحث عن خريطة البدو في مصر خريطة الاجتماعية والثقافية والفنية والجغرافية كمان هو روايتك الجميلة الخاصة بصد شين واحدة من الروايات ربما يعني فيما عدا رواية عن بدو سينة كتبها مسعد ابو فجر فهذه الرواية تبدو بالنسبة لي رواية بكر تماما وخصبة تماما ولأول مرة هذا العالم يتم الاقتراب منه روايا وانت من عرب الفيوم مش كده نعم ليه احنا بنقول على البدو العرب وليه بنقول على العرب البدو يعني التعبير خلينا نكلم على المصطلح ده الاول والله المصطلح ده يعني الناس اللي عاديين يقولوا عرب اللي هم الناس اللي قاعدة في الظاهر الصحراوي في كل حتة في مصر دول يقولوا ما يقولوش بدو البدو كلمة مثقفة شوية ربما تفسير يعني ان بدو الغرب اللي احنا منهم في احشاء مصر ما عندوش الحياة البدوية الصرفة يعني ما بيعيش في الصحراء هو قاعد داخل العنيل فاللي شائع نفظ الشائعة لتعريف الناس دول انهم عرب عرب خلينا نبص بقى ليه خريطتهم يعني اصول التاريخية اولا عرب بمعنى قبائل عربية وفدت من الجزيرة العربية نعم الجزيرة العربية بس ولا قوم من تونس برد هم لهم يعني انا باعتبرها اطول رحلة نزوح لبشر في التاريخ لانهم جايين معظمهم يعني من نجد قوم في لمصر دير الرواية التاريخية انهم قوموا في مصر في عهد الدولة الفاطمية جم كبدو رحل بتقاليد حياتهم يعني تعاملوا مع القرى والحقول باعتبرها مراعي وبرضو اماكن للقنص والاعتداء على القرى المستقرة فعملوا قلاق والضربات في عهد الدولة الفاطمية فيقال ان الرجال المستنصر اقترحوا عليه مستنصر بالله مع مجتمع مستقر مالوش في حياة الراعي والتنقل والتنقل وعدم الاستقرار في مكان والاحتفاظ في السلاح وعايش في خيمة والحاجات دي اعصروا عليها فترة طويلة فترة طويلة فعلا؟ اه فترة لحد محمد علي محمد علي عمل لهم امتيازات من ضمنها انه يقعد في مكان واحد ما يتحرك وقال اه فضل الفاطمية فضله رحل اه رحل فالرجال الحكم الفاطمي اقترح انهم هم يحركوا القبائل دي كان في نفس الوقت فيه واحد اسمه المعز بن باديس خلع طاعة الفاطمين في تونس ودع للمذهب السني على المنابر فيقال انه هو الرجال الحكم الفاطمي يحركوا القبائل دي المحاربة بالفطرة لاخماد صورة المعز بن باديس وفعلا اه اضعوا على صورة المعز بن باديس وسعوا في البلاد لحد المغرب ورجعوا في اه هجارات اه اخرها اه انا بحددها بالحملة الفرنسية يعني بعد الحملة الفرنسية قبل الحملة الفرنسية لان لما جات الحملة الفرنسية كانوا اه روح حل بادوا عايشين على الراعي القصة التاريخية دي لها الوجه الشعبي لها اه القصة بتاع ابو زيد الهلالي سيرة الهلالي اه سيرة الهلالي انه نجوم هنا في مصر برضو مشه والمعادل بتاع يعني سيرة الهلالي بتحكي لها دي اكاد يكون سارد التاريخ الدقيق نعم مصر رحوا تونس اه ايوه رحل تابو زيد الهلالي وزرات الخليفة ايوه نفس الرحلة ده هو البد والغرب دي قصتهم ده يفصل السيرة الهلالية سيرة صعادية بالاساس يعي طروة بالصعيد وبسيرة بحري على اساس انه دي القبائل اه اه اقرب لله لانه هم برضو قاعدوا في الصعيد يعني مظم القبائل فيه طبعا في الدلتة بس الدلتة تحضروا يعني الدلتة لظروف الدلتة انها يعني اكثر تحضرا من الصعيد ودايما انا اقول ساخرا ان احنا مشكلتنا في التعصب وكل الحاجات راجع للصعيد شوي من الدلتة دلتة متحضرين والطبع العربي يعني اللي فيه حالة اثرة وحدة نعم طيب خليني اتكلم على الخريطة برضو يعني انت قلتنا لغاية الدولة الفاطمية استغلال واستخدام للعرب القديمين من نجد في النزوح الى المغرب او الى تونس ثم عادوا مرة اخرى وبنتكلم على الحملة الفرنسية ثم دخل بقى محمد علي عمل ايه محمد علي شكل الجموع دي ازاي محمد علي اهتم بال ايه محمد علي انت عارف طبعا انه كان بيعمل مصر دولة حديثة مستقلة عن عاصمة الخلافة الاسلامية بعد قرون خلافة الاسلامية العثمانية فكان عنده قوتين هما اللي بيحكموا اه الشعب بر الدولة يعني قوتين ضد مفهوم الدولة الحديثة ذات النظام ذات الجيش ذات القانون القوتين دول البدو بدو الاحشاء اللي هما بدو النيل من اسكندرية حتى الصعيد اللي قريب من النيل نسأل بيهم بدو الاحشاء دولة نشغل بيهم ما نشغلش طبعا مثلا بدو سيناء او بدو مطروح لانهم بقى حدود ماشي ما عندهمش تأثير على على الاجراءات اللي بيعملها اللي قامت دولة حديثة المماليك ملخصهم لانهم المماليك من الشعب فرادة اه في النهاية فرادة اه فملخصهم مسبحة القلعة وسيلة الاغتيالات والخلاص من الالفي ومات الالفي من مثلا في الوحده اه ما تلوش اه القوة التانية اللي هما بدو الاحشاء اللي هما بتوع شمال الصعيد للدلت اللي هما قريبين من النيل دول شعب يعني ما ينفعش معاهم مسبحة القلعة فعملهم سياسة الترغيب والترهيب ويرجع الفضل لمحمد علي لان بالسياسة دي نقلهم من طور البدو والروحة للي عايشين في في الخيام ومحتفظين بالسلاح وبيتنقل ما يعدش في مكان ويحتقر الزراعة يعني حتى المهن مش الزراعة بس اي مهنة يدوية يحتقرها ما يشتغل فيها انتقل هذا الانسان الى انسان مواطن مسالم فلاح يزرع الارض نعلة كبيرة اولا وراضية بهذه النقل هو طبعا حصلت يعني ما حصلتش فورا يعني هو محمد علي طبعا كان رحيم ومتفهم ان الناس دي هتاخد وقت لما ينتقل فعمله امتيازات انه هو ايه يقعد في الخيمة ويحتفظ بالسلاح بس يقعد في الاقليم ده مهنة ايش بدانا اول بانك زي ما انت بس في الحتة دي يقعد في الحتة دي وما تتحركش منها وطبعا موفر الرضع هنا بقى كان ايه لو خلف ذلك يتعلق على باب زويلة مفيش كلام يعني قادة كتير يعني الكبارات بتاعهم اللي يتمرد عن الحاجات دي اللي فرضها محمد علي يقتل على طول مفيش كلام يعني رغم كده كان عنده يعني تفهم لوضعهم اللي هو في ايه انه يحتفظ بالسلاح ويقعد في الخيمة وما يتحركش من الحتة دي ويجيب لك مثلا قبيلة مثلا احنا قبيلتنا كانت في البحيرة يوديها في يوم وياخد قبيلة من في يوم يعني عارف خلخلة بحيش ينصيروا في المجتمع لكن عمل لهم الميزة دي انه هو معا سلاحه رفض يقعد في بيوت يقعد في الخيمة يقعد زي ما هو يقعد بس ايه عنده المكان ده ماذا جي سعيد سعيد كان سعيد باشا سعيد باشا اللي هو بعد عباس نعم يعني فيه محمد علي براهيم عباس سعيد سعيد كان حتى نبار باشا نبار في مصر اللي هو اول رئيس وزراء مزاكرات المهمة اه جدا مهمة جدا اه وفيها القصص اللي يعني انا وثقت في قصصي الشعبية اللي بتقولها لي امي لما وثقها لما تكلم عنها نبار هو صحيح طبعا بتكلم سطرين وانا علي جرم من قلوب ده حكي عائلي استفطي لتكلمان σطد يقولها لك كمه الله ارحمه تقول Cit' كبار مزاكرات القصة بتاع سعيد مم هو كان في البحرية وكان يعني يقول لك ان هو كان بيروح يقبض على المجرمين بنفسه يعني يقود كتيبة زي كتيبة شرطة كده ويروح يقبض على المجرمين بنفسه قال لك الناس دي إيه اللي ان هو ما يشتخدش في الصخرة وما يدخلش في الجيش ومحتفظ بسلاحه ويقعد في خيمة لا ده يقعدوا زي المواطنين يتحول الى مواطن فورا هو بالنسبة له يتحول الى راعية يعني ما كانش في كلمة مواطنة دي آه يعني يخلص من الميزة دي فنبار نفسه يقول لك ان هو بعت لهم كتيبة في شمال الصعيد آه آه أبدوها آه رح لهم بكتيبة تانية حصل زي ما تقول نوع من الخديعة دي القصة دي اللي راسخها عندنا يعني انت يقولها لك أمي ويقولها لك كلك الكبار خديعة من مين واتجاه ايه خلينا بعض الفاصل نكمل قصة الخديعة عشان نوصل بعد كده الى المشهد الحالي للعرب او البدو اذا عدنا الى كاتبنا الروائي والصحف الكبير السيد الحمدى بوجليل وهو يحكي لنا عن خريطة البدو او عرب مصر وكنا وقفنا عند خديعة يبدو ان عصر الوالي سعيد تمت خديعة ماه اه المعركة اللي هي كان فيها بيقودها سعيد انتصر عليهم سعيد في صحراء بعد الابادة الجنوب الفيوم بعد الابادة بتاع الكتيبة اللي هما ابدوها انتصر عليهم سعيد في بداية المعركة فيقولك ان فيه النجوع بتاع المعركة في الصحراء والنجوع جنبيهم يعني انت لما تشوف نجوعنا احنا مثلا قبيلتنا دي الحزام بتاع الفيوم اخر الفيوم جنوبا اه وده وبرضه حكمة من محمد علي ان يحطه على الظاهر الصحراوي بحيث ان هو استقر فحتى يقف او يتصدى للبدو اللي لسه اه حالة شغب اه فانتصر السعيد فبيقولوا ان هو كان فيه واحد شيخ اه مسن وضرير وقاعد في النجع معاها شوية نساء وشوية اطفال فجالوا الخبر ان جماعته بيتزم فعمل ايه لم قال للاطفال اللي معاه والصبية والنساء ان هم يجيبوا له ويجيبوا حصانين ثلاثة وهو ركب على الاحصان والاطفال اللي ركبوا على الاحصان الباقية وقالوا من هنطلق نحية المعركة وانتو زغرتو والدلالة دي ان فيه مدد جبار قادم قادم فهتز جيش سعيد في ارض المعركة وهيرب سعيد نفسه ويقال اه انا بقى طبعا بقى اتباره اصطير ان هو وقعه وقد احصانه وابقى يجرع الترع او يشرب من الترع لحد ما اختبأ عند واحدة اسمها ام حليجة دي عرب اقدم منه اسمهم عرب السامالوس لكل اعلاقة بالحاكم وكان لها عندها صرايا انا شفت جدرانها يقولك مبلطة بريالات الفض والذهب وفيها شخشيخة تمتص الشمس وتبسها في الليل وكانت ست بتدخل في الاضطرابات بين القبائل الرحل دي وبين الحكومة اذا خطفوا حاجة ترجعها اذا يعني اين فيه لينك بينها وبين البدو ويقال هي نفسها تضحك عليها لان هم بعد ما انتصروا على سعيد طبعا هم انتصروا على سعيد بس دوالي البلاد يعني ما لا قبل لهم به فلموا خيمهم وبدوا يرجعوا الى فين ما يرجعوا للصحراء الغربية يعني هو يقولك ان احنا من ليبيا ما كانش حاجة اسمها ليبيا هي الصحراء الممتدة لحد المغرب وان لما رحت المغرب لقيت قرانة زي قرى المغرب بالضبط حتى الشنة اللي بيلبسها الملك والعباية دي كان بيلبسها من العمدة في العيد فحصلت الخديعة مع ان محليجة تفاوضت معهم وان الوالي قابل بالتفاوضة مش مطالب منهم الله انهم يستقروا وانه يردوا خيله كان له صلب لخيل ناحية بنسوف نهبوه منها حصان له شخصيا فانه يردوا الخيل وانهم يستقروا وفي اجتماع وافقوا وقابلوا اه وقابلوا لانه هو رايح لصحراء برضو وفي الاخر دولة البلاد يعني النيل ومصر طب ده ودنا لغاية صور 19 ازاي يعني كانوا في الفترة دي دخلنا على دولة حديثة اكتر دولة وطنية المصرية هو اللي 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 على بهم هو اللي عملوا اسماعيل يعني اصلاحات محمد علي كانت رهيفة فالموضوع طول لكن سعيد عمل الشيوخ الاربعين دول عملهم اجتماع فوضة الاربعين واعدامهم يعني وكان فيه اربعين شيخة اربعين شيخة لقابلة حمد باشل باسل فاعدم المشيخ الاربعين الاربعين وعلقه يقولك وعلقه في منضاع في قرية عندنا اسمها الغرق أعلقوا قدام الناس كده حتى تحللوا عشان محدش يبوا عبرة يعني وفعلا رغم قسوة الفعل من يومها استقروا تماما وانتقلوا من البداوة إلى الفلاحة والرعب من الحكومة يعني أنا أعمامي لما جيت اشتغلت في الصحافة والمعارضة المستقنسة دي اشتغل في بوافد الحزب الأحرار ويشتغل في جورنال الأحرار فكان أعمامي يقولك هادي الحكومة يا حمد الحكومة يعناها تنهي عليهم من غير أي فاستقروا تماما وبادت قبيلة الرمح قبيلة محمد قبيلة حمد باشا الباسل يبقى لها علاقة بالدولة المصرية منذ إنشاءها يعني عندهم عضو في برلمان سعيد حمد باشا الباسل نفسه التحق بالعمل السياسي مش لأنه سياسي أو حزبي لأنه شيخ قبيلة الرماع يعني هو بداية ظهوره في العمل العام إنه شيخ قبيلة الرماع ممثل لبدو مصر وعرب مصر في الحركة الوطنية نعم واخوه يعني ده كان وكيل الوفد واتنفى مع سعد زغلول والشعب عمله التوكيل والاجتماعات كانت في أسره وفي القائرة والاجتماعات كانت في أسره أخوه بقى عبدالستار باشا الباسل ده كان متجوز باحثة البادية ملك حفن ناصر ده كان من ضمن اللي انت عارف اللي فيه حزب الشعب وفيه حزب الأرستقراطية بتاع البطاية يعني يا صلاة عبدالستار كان من مؤسسي حزب الأحرار والدستورية بسهده أنا رأيي إنه الحزب الجميل في مصر منور في مصر صفر نظر على علاقته الطيبة والسلطة خلينا نروح بقى إلى فتر جمال عبدالناصر ماذا حدث مع العرب أو البدوة هل جزء من الفلاحة المصرية والناس اللي توزع اليوم الخمس فددين ولا وبقى في مزيد من الاستقرار ولا إيه بالضبط والله حكاية التأميم دي ما حصلش عندنا تأميم يعني حصل تلاعب للتأميم يعني اللي عنده أراضي كان بيقسمها على أرايبه على الفلاحين والزرعين يعني ما حصلش لكنهم لا نعمش بالكيات كبيرة ما كانش بالألف وبالألف كانش بالكيات كبيرة فكانت تساهل يعني ببسيط أنك توزعها يعني هو كان فيه ملكيات كبيرة رجعة لانتهاز العربان آه إنه هو منحهم أراضي أراضي كانت ساعة ما خدوها كانت يعني أراضي صحراء مش خصبة أراضي قريبة من الصحراء أراضي كانت ما تزرعش اللي في وضان النيل بعد ما تعمل السد العالي بقت أراضي يعني بقت أراضي لها قيمة يعني حامد بشر الباسل كان عنده سبع تلف فدان جدي أنا أحد جدودي كان عنده عشر تلف فدان الأراضي دي جيانهم من الامتياز اللي هو امتياز محمد علي اللي هي خلتهم استقر عارفت وهم طبعا خدوا في وقت ما يزرعوهاش لحد يعني أنا الزراعة مثلا اللي زرع أرضه وهو سعيد في الزراعة تجيلي يعني أنا جيل أبويا رغم إنه ما كانش عنده حاجة يعني كان عنده ثلاث فلادين مثلا في ظل الألاف اللي أنا بيكلم فيها دي لا جيب له فلاح يعني ما تكفيووش هو لكن هو حكاية احتقار الفلاحة قعد فترة لحد جيلي في نابغين طبعا من أجيال أقدم لكن أنا بكلمك بشكل عام طيب إيه الخريطة دلوقتي يعني هل عرب الفيوم غير عرب البحيرة غير عرب الصعيد ولا قبائل يعني تجمعهم قبائل واحدة هو فيه بدو مصر نوعين مختلفين في الأصول وفي الثقافة والزي والغنى واللهجة فعلا آه بدو سينة وبدو الغرب يعني بدو سينة دول حاجة تانية دول هجارات الشام وشمال الجزيرة العربية وتقدر تقول انهم قريبين على مستوى الثقافة من أصولهم يعني من الشام من شمال الجزيرة ومن شمال الجزيرة العربية طب وعرب الغرب عرب الغرب دول دول موجودين في مطروح من مطروح وسيء واسكندرية لحد الصعيد دول اللي بينتموا ليه اللي أنا قلتلك عليهم دول عرب الأحشاء دول عرب الأحشاء اللي أصلهم من نجد أصلهم بعيد عنهم قلتلي اختلاف اللاجة واختلاف الغنى الغنى طبعا الغنى البدوي والفن البدوي هل بتعتقد انه فيه اهتمام بيه هو كمان حضوره وسط البدو والعرب بس ولا حضور ممتد ربما يكون علي حميدة الاسم البدو الوحيد الذي وصل إلينا كمغني إنما هل إحنا أصاد مشهد فني للبدو والله هو كان هو السوشيال ميديا فادت جدا في الإزاعة والنشرة آه إنه أي حد قاعد في أي حتة يسجل لنفسه والعالم يراه الأول كانت الأغاني البدوية وفيه مطرفين كبار يعني علي حميدة ده طور يعني علي حميدة خاد الأغنية البدوية اللي يقولها اللي بيصرح وراء الغنم واللي آلاته ما فيش آلة يعني ما عندوش اللي الدف والظمار المجرونة ودخلها في التخت علي حميدة ده الإنجاز اللي عمله يعني مثلا فأغاني اللي ما كانتش يفهم الله العرب أو البدو بقى يفهمها الشعب المصري كله أنا شفت بتوع الميكروباز يغني الأغنية مثلا الأغنية يقولك وين اللي يسفر لما جانا لش يبعد عننا وينسانا عيني ما نامت في غيابة لش نامت في الغرب عينة دي لو غناها المطرب البدو القديم اللي هو زي عاض المالكي أو الشيخ صديق بوعب عبد والأكبر مطربين لبدو الغرب انت مش هتفهمها انت مش هتفهمها انما لما عملها علي حميدة في ايقاع سريع بقى اي حد يغنيها كان المجال الانتشار الغنى البدوي بتوع البدو الغرب لانا ما بفهمش بتوع بتوع سينة لان لهجتهم الشام والجزيرة العربية يعني هم هم امتداد فحتى ايقاعاتهم ما بفهمش انا بادوي لكن البدو الغرب مختلفين هل البدو لا يزالوا رحل بعضهم رحل حتى الان هل لا يزال يتنقلون هل لا يزال علاقتهم بمهن في حالة من الطرف عنها او التعفف لا لا خلاص هو اللي محتفظ به اه الاغاني اه اه يعني حاجات قليلة جدا انه يعني نقدر نقول انه اندمج فيه انطبع حضاري هو اندمج فيه طبعا اللي هو ملهاش علاقة بالبداوة اه علاقة بالرز اه ممكن حتى تليهم في العمرانية او الهرم لو شفت شوية غنم موجودين حتى في القاهرة اه دول انا بسميهم مشارجة مشارجة يعني يعني جاين من سينة اه يعني دول جاين من بدو سينة لا بدو بالغرب استقروا طيب بدو مثلا وعلاقتهم بدو متروح الساحل الشمالي بدو متروح الساحل الشمالي بدو المحيط بمنطقة اكتوبر وال كل ده ده صحراء غربي اه كل ده صحراء غربي كل دول بدو الغرب ودول تقدر تقول انهم اندمجوا هو اندمج لأنه حتى يعني حتى في مضروح طبعا مضروح فيه رعاة لأن الأرض وطول الوقت التبكير عبده كانوا قرينه الرعاة هو طبعا هو أصلا راعي يعني بده رعاة من الأساس يعني دي شغلانته الأساسية اللي هو دنيا أنه راعي طب سواء الأخير وسريع والإجابة عليه خاطفة لأن الوقت تجاوزنا علاقتهم بالدولة وطيدة جدا يعني هم ضد الإخوان بده الغرب دول بالذات في الغرب طبعا فيهم ناس سلفين هم متخلفين يعني أنا بسمي المتخلف السلفي متخلف ودي حاجة مش مش تيمة ده توصيف ده يعني إيه سلفي يعني يرتد يعني عايز يعيش دلوقتي في الخلف في الماضي بواحد عايش بقى ألف ألف ومش سنة فده متخلف دول قلة نابدوا الغرب لهم علاقة بالدولة وطيدة الدولة المصرية وكلهم لهم يعني اللي لهم علاقة بالسياسة هتلاقيهم مع حزب الدولة أين كان هذا الحزب دولة الدولة يا حمدي ده الحكومة شكرا جدا بس حمدي مرفو أنت عملينا خمسمائة حلقة درامية كده عن القصص الرائعة اللي بتحكيها لنا دي شكوركم وألتقي بكم غدا بإذن الله أشكر طوال أستاذ حمد أبو جلايل جدا يعني الصديق والكاتب الكبير شكوركم وألتقي بكم غدا بإذن الله حديث القاهرة شكرا شكرا